فضيحة استخباراتية من شأنها أن تهز العلاقات الأمريكية الروسية المتخلخلة أصلاً تنقلتها وسائل إعلام عالمية مفادها أن السلطات الروسية أوقفت عميلاً أمريكياً في وكالة الاستخبارات المركزية يعمل سراً في السفارة الأمريكية ضبطاً متلبساً بمحاولة تجنيد ضابط في الاستخبارات الروسية وقد نقلته السلطات الروسية إلى مقر جهاز الأمن الاتحادي ثم سلمته بعد تنفيذ الإجراءات اللازمة إلى السفارة الأمريكية وبحسب جهاز الأمن الاتحادي فأن عميل CIA يدعى راين فوغل وهو يعمل تحت غطاء أمين السر الثالث في الدائرة السياسية في السفارة وقد أوقف ليلة الاثنين بعد معثر في حوزته على أجهزة تقنية خاصة وإرشادات للمواطن الروسي الذي سعى لتجنيده إضافة إلى مبلغ مالي كبير من فئة 500 يورو ووسائل تنكرية لتغيير المظهر إضافة إلى بوصلة ومصباح وخريطة لموسكو وبعض أجهزة الهواتف القديمة التراز وعقب هذه الفضيحة التي قرأت فيها موسكو استفزازاً جديراً بالحرب الباردة أمرت وزارة الخارجية الروسية بطرد الدبلوماسي الأمريكي واستدعت كذلك السفير الأمريكي مايكل ماكفول إلى مقر الوزارة الأربعاء لكي يقدم تفسيراً وقد عرضت تلفزيون الروسي رسالة قال إن عنصر CIA وجهها إلى الجسوس الروسي المحتمل يقول له فيها نحن مستعدون أن نقدم لك مئة ألف دولار ويمكننا كذلك أن نقدم لك ما يصل إلى مليون دولار سنوياً لقاء تعاون طويل الأمد